فكان مكتوبة لو سمحته محدش يلعب بوكيمون وهو سايق فالكلام ده يعني فيه ناس كانت معلقة عليه اللي هو احنا في 2016 بيقوله كده ده نتخيلت ان احنا في 2016 العربيات هتطير فوضح ان الناس الهوس ده عامل لهم مشاكل ووضح ان فيه دول كتير بتعاني من هذا الهوس ان هو مدى زي كده ما الناس كانت بتقول في التقرير ان هو يخلي دماغ الناس فلات حوادث العربيات في العالم كله 90% منها اللي هم بسبب المحمول اذا كان الحادثة بسبب المحمول مش اللي بيتكلم في التليفون اللي بيبعث رسائل اسناء الخيادة اللي بيبعث رسائل اوه تمام الالعاب برض وجوز مركز في اللعبة وسايق انا مش عارفة المقدرة دي بتيك مني ويقولولنا والنبي بتعمل كده ازاي يعني فالانشغال بالالعاب وبالجهاز الخطير اللي في ايدي العالم كله دوت هو ده اللي بقى موجود دلوقتي البوكيمون نفسها لما تعملت زي محد ألف التقرير ان الولاد كل واحد في جهازه او في الشاشة بتاعته بتودى الاطفال والمستخدمين للتوحد كل واحد عايش مع شاشته حقيقي البوكيمون بقى تعملت عشان تحل المشكلة دي ان هو يسيب الشاشة بتاعته من قدامه او من المكان اللي هو وقعت فيه انه يطلع ويمشي ويصور ويلعب ويتفرج عشان تخرجوا من التوحد ده الهدف اللي تقال او المشكلة اللي كانت يعني هي مشاكل او حلول لمشاكل موجودة هم قالوا التوحد وقالوا حاجة تانية فندم قالوا كمان هو ما بيتحركش من الاطفال بيتقعدة في مكانها حتى لما بيبقاش عنده يعني اوتزمة وعنده توحد بيبقى ايه قاعد كده خلاص الولاد ما بقوش عايزين يلعبوا رياضة ولا حاجة فايه قالوا يتحركوا عن طريق اللعبة ما عايش فانتم بسبب غير مقنع ابدا لانه زم ما يلعب رياضة يعني ايه اعملوا لعبة الالكترونية الالعاب الالكترونية في المستقبل يعني هنرجع نقول للبوكيمون ونرجع لموضوع الرياضة البوكيمون حل مشكلة التواحد ان يفضل قاعد زي ما الف التقرير ان هو خلى يبقى في لعبة في الشارع عشان تخلي اللي بيلعبها بيمشي وبيشارك وبيتفرج وبيشوف وبيقول لباكم في المنطقة الفلانية وروح له امشي في الشارع دوت لان هي اللعبة ايه لعبة موجودة على الجهاز بتنزليها بتفتح الجهاز بترتبط بجي بي اس ساتلايت اه وانتي دخل على الانترنت تفتح الكاميرا بتاعت الموبايل فبتصوري عشان تدوري على البوكيمون فبيخليك تخرج يعني بيحل المشكلة دي بزيئة انا فاكرا ان البوكيمون ده كانت سلسلة حلقات للاطفال من زمان اوه يا فنان ما هو دي صنعه بقى اش معنى يعني ايه انا كانت من سنة مسلا 96 ايه هو بيستغل الالعاب الالكترونية والسينما والشخصيات الكارتونية يعني تستحدث ويتعمل لها دور جديد غالبية الالعاب الالكترونية المشهورة بتتحول الافلام سينماية بس البوكيمون العكس العكس ليه بقى لانها صناعة والصناعة دي استثمار فاي حد بيلاقي حاجة لها شهرة او لها رصيدة عند الناس بيحاول يفكر في استخدامها واحياءها من جديد وليه احيوها يا فندم اش معنى الليها بديت احييها لانها مضطها كانت خلصانة بقالها كتير قوي البوكيمون يعني كفيلم كارتون يعني عمل ريفريش لها ودخلها في الصيغة الجديدة اللي بقت العالم كله بيهتم بيها اللي هي ايه الالعاب ومن دراستهم لقوا ان العالم كله شايف ان الالعاب بتعمل توحد وتعمل انفرادية للمستخدم طب يلا نخرجوه فبدأت الشركات اللي هي لها اهتمام بالصناعة ديت تختار البوكيمون زي انجري بيرد تحولت لفيلم سينمائي دي كانت اكبر تاني اكبر دخل الفنلندا بعد نوكيا اللي قفلت يعني لعبة كانت بتمثل دخل قوم الدولة من الدول العالم المتقدم صحيحة والسينما اخدتها استفادت منها وحقق اعلى الاراضات تمام يعني كده بقى مثلا يعني هم نكلم على صناعة الى حد كبير لان حتى في يعني الحلقات تحت البوكيمون كانت بتعتمد على اللي حضرتك بتقول عليه ده على الحركة وان هو بيدور وبيرد مش عارف ايه يعني كانت تعتمد على ده فهو هو اختارها عشان كده اختارها علشان الحركة اللي موجودة فيها اه دخل شراكة مع شركة جوجل شركة نيتندو اليابانية مع شركة جوجل عشان الخرائط بتاعتها عشان تقدر تقرب الفكرة وبقى لهم شغالين عليها بقى لهم سنتين لغات لما تم الطرح الطرح ما كانش متوقع ولا حتى اليوم وما كانوا عارفين انها هيبقى لها انتشار لكن انها هتحقق النجاح والانتشار ده كله ما كانش متوقع قوي لان لسه فيه مراحل لانتاجها وبعدين هيبدأوا ينزلوا الاجهزة اللي بيتلعب بيها غير الموبايل اللي هي هتدي امكانيات اكبر فهو بياخد يعني دلوقتي هيلعبوا بجهاز تاني غير التليفون فيه الشركة هتنقل لانها في الاخر شركة اجهزة العاب هي الشركة اساسا طول عمرها مشهورة زي البلي ستيشن زي الاكسي بوكس وهي تراجعت فحبت ترجع السوق بصيحة جديدة بصيحة جديدة اللي هي كانت اللعبة ده الرياضة بقى بالنسبة للرياضة وبالنسبة للعاب الالكترنية الالعاب الجديدة كلها هيبقى فيها حركة الالكترنية يعني هتلعب تيدس افتراضي فهيبقى في حركة زي دلوقتي حضرتك خيادة السيارات من خلال الفيديو جيم ما هو برضو ما هو بيعيش نفس الجو وبيعود على نفس البيئة باكنة بسوق عربية نفس الكلام بقى هيبقى في الرياضات الحركية هيتم المسج في المستقبل بين الرياضة الالعاب الالكترنية كرياضة زهنية مع الرياضة حركية وعشان كده في كلام كبير وفي مؤتمر شهر الجاي هيبقى في شنغاهي الاتحاد الدولي لاللعاب الالكترنية jeCan عن التوجهات الجديدة او الاستعداد للتوجهات الجديدة اللي هو التحول من الرياضة الزهنية النموك Möglichkeiten بدنية وباييرد اه وفي كلام على انها تبقى من الالعاب لدورات الولمبية بعد رياضة جانيرو فده توجه عالمي في التحاد الدولي يعني وفي التحاد مصري وإحنا الزخم اللي حصل دوت إحنا بنستفيد به عشان نبدأ نعرف الناس على التوجهات الجديدة لنا كالتحاد وزارة الشباب ورياضة بس لا تأثير لها على الرياضة العادية يعني الرياضة الطبيعية ما هي رياضة ذهنية يعني إحنا اتحاد نوي زي اتحاد شطرانج وزي اتحادات اللي هي رياضات الذهنية لكن إحنا بنتحرك أسرع من أي رياضة تانية ما أنا فاهمة يعني هنشوف بعد كده بقى مباريات هنشوف مباريات وهنشوف دوريات وهنشوف مسبقات وفرق ومشجعين وكده الشهر الجاي هيبقى عندنا منتخب مصر للألعاب الإلكترونية هيتم اختياره هنعمل بطولة مصر عشان بعدها ناخد المنتخب اللي هنقول هو ده الفريق المصري النمازج اللي هنعرضها للشباب المصري اللي هم هيسفروا يلعابوا في كاس العالم في شهر أكتوبر في اندونيسيا طبعا وهيبدأ الزخم اللي هو الاستعدادات اللي احنا بنقوم بها حاليا كالتحاد عشان نوصل لمراكز الشباب نوصل للأندية نوصل للمدارس نوصل للجامعات مراكز الألعاب الإلكترونية المنتشرة في كل شارع مصري اللي هي عددها حوالي 40 ألف المسجل منهم رسميا حوالي 6 ألف إزاي يتم استعاب ده كله إن احنا نحول الألعاب الإلكترونية من ألعاب للتوحد لألعاب للعب الجماعي للتعارف لتحقيق كل أهدف الرياضة التقليدية